بخطور عندي كرياتينين دايماً واحد واثنين وعشر هل ده طبيعي ثابت على كده من خمس سنين عملت صنار كله تمام بس شوية دهون على الكبد جميل جداً جداً يا علاء يا هدية الكرياتينين مادة مادة يعني احد نتائج التمثيل الغذائي في الجسم مادة وهذه المادة المسؤول عن اخراجها هي مادة مش لطيفة ما يجيبشي تقعد في جسمك فربنا مدي امر للكلاء نهيلة خرجها يا كله خرج الكرياتينين سمعاً وطعاً فالكله بتطلع الكرياتينين فالكرياتينين يبقى له رقم مش معقول الكيلة هتطلع الكرياتينين يبقى صفر لما هيبقى تسعة من عشر او واحد خلاص صاحب الرسالة بيقول ده واحد واثنين من عشر طبعاً ده مش طبيعي احنا بنقول من تسعة من عشر الواحد واحد من عشر واحد واثنين من عشر علي واحد من عشر لكن واحد واثنين من عشر ده مهمة جداً متستهونش ده مهمة جداً طيب تعالى بقى يا علاء نشوف الواقعي لو كرياتينينك واحد وبعد اسبوع بقى واحد واحد من عشر وبعد اسبوع بقى واحد واثنين من عشر وبعد اسبوع بقى واحد واثنين من عشر يعني بزيد واحد من عشرة كل اسبوع تخيل معايا تقول لي طبعا نتخيل واحد كرياتينو ثلاثة ثلاثة احنا الطبيعي تسعة من عشرة كرياتينو ثلاثة وثابت بقس له بعد شهر ثلاثة بعد شهر ثلاثة هو الثلاثة هو هو ده احسن من اللي بزيد كل شوية تخيل معايا ثلاثة اقل من واحد 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 واثنين واحد وثلاثة ده لسه في الواحدات لكن احنا دايما نشوف خطورة الحالة في الكلة خطورتها بمعدل الارتفاع هو بيعلى كرياتي كل قد ايه هو ده اللي يقول لي لانا يعني عندي عيان مثلا او عيانين كرياتين ثلاثة لكن ثابت ثابت ما يخوفنيش طبعا له علاج طبعا بس ما يخوفنيش ليه لان الارتفاع هو اللي يخوفني انت بتقول ده واحد واثنين من عشر وبقى له خمس سنين ده احنا نرفعلك القبعة ونرفع للكرياتينين القبعة لماذا ده خمس سنين واحد واثنين من عشر ده رقم رائع ولكن تكر تقول لي قاتيك كير من ايه كمية الماء اللي بتشربها لازم نعمل لك حاجة اسمها توازن سوائل توازن سوائل كمية الماء اللي بتشربها مهمة جدا 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 اتنين كمية البروتينات الحيوانية اللي بتاكل تقول لي يعني ايه بروتين حيواني يعني لحمة او فراخ او جنبارية او سمك كل دول تحت بند واحد اللي بتاكلهم دول نخلي بالنا نمرة ثلاثة حيجي رمضان حنقول لك يا علاء يا هدية ممنوع الصيام ما تزعلش ما تزعلش لان قلة الماء على مدى 18 ساعة قد خلي بقى اكمل قد قد تتسبب في ارتفاع الكيراتيني ودي حاجة مش لطيفة فالدكتور قال لك ما تصومش انتهى خلاص حنرقبه ونشوف انت بتقول عملت موجات صوتية على الكيلة لقيتها تمام احمدك يا رب هل ممكن الموجات الصوتية اللي على الكيلة تفدني في الكيراتيني طبعا طبعا افرض واحد الحوالب مقفولة طبعا وظيف كيلة هتعطل والكيراتين حيعل بس ده له جراح ده اللي حيعلجه استاذ مسالك بولية مش بتاع كيلة لان عنده حلبين مقفولين سواء بتلايف او اي حاجة او حصة او اي حاجة موجات الصوتية زي ما بتطلع حالة الحالب في اختناقه لا بتطلع انسجة الكلة هل انسجة سليمة ولا بايزة حجم الكلة هل صغير ولا بحجمه الطبيعي فمفيدة جدا جدا انا باعتبر موجات الصوتية على القلب رقم واحد موجات الصوتية على الكيلة رقم اثنين ثم بقى الكبد والتحال والرحم لكن الكيلة مهمة جدا موجات الصوتية فيها فحنعمل احنا حن واحد واثنين من عشرة بدم ثابت ما يخوفش مفيش دعا للصيام حنعمل لك توازن سوائل واحد يقول لي يعني ايه توازن سوائل يعني خلي كمية المية كافية ما نعطاش تقول لي طب عنا عايز احسبها اقول لك احسب بولك قد ايه احسب بولك قد ايه البول مثلا لتر يبقى انت مفروض تشرب مية لتر ونص احنا بنزود نص لتر على حجم البول من الحاجات اللي دحكتني جدا 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 كنت بشرح هذا في كلة الطب في المدرج بقول العين ياخد بوله وخمسمائة سنتي فبعد المحاضرة جالي طالب لي مش بوله طعم وحش غيرت الجملة ياخد حجم بوله وخمسمائة سنتي فاحنا ده توازن سوائل ساعات نحتاج ازيد هقول لك ساعات احتاج ازيد يعني بدل لتر انت بتجيب لتر بدل ما تديك لتر ونص اديك لترين حسب حالتك وحسب تحاليل اللي طلعت انما تكير ممنوع الصيام تكير ممنوع البروتينات بشدة تكير ضغطك اوعى اوعى تحليل بولك ما يكونش فيه التهابات صديد كل الحاجات دي مهمة جدا للحفاظ على الكلة انت كلوتك بتقول لي اي واحد كده اقول لك لأ الكيريتيني تقول 9 من 10 خلاص ما عندي لناش مشكلة انما ده واحد واثنين من 10 فده بنخاف عليه لا يعلى احسن كلمة قالها في الرسالة ان هذا الكيريتيني بقى له واحد واثنين من 10 خمس سنين دي حاجة كويسة جدا جدا اتمنى لك يا رب الصحة والعافية وتبقى زي الفل يا علاء يهدي